حكايتنا النهاردة عن بنت اسمها جميلة وهي بنت في الجامعة واسمها على مسمى كانت جميلة فعلا وكانت للأسف بتستغل جمالها ده غلط لها صحاب شباب كتير وكانت علاقاتها متعددة وكانت بتستغل سقة أهلها فيها غلط وكانت بيتقدم لها عرسان كتير بس هيها كانت شايفة نفسها أعلى من الكل ومع الوقت جميلة بقت مغرورة جدا أكتر من الأول وكمان سمعتها بازت خالص بسبب صهارها برة ولبسها والشباب الكتير اللي كانت على علاقة بيهم وتخرجت من الجامعة وأهلها كانوا عايزين يتطمنوا عليها ونفسهم يشوفوه عروسهم وفجأة والدتها قلت لها أنت هتتجوز ابن خالتك كمال هو أكلمني كذا مرة عليك ونفسه يتجوزك وجميلة كانت رفضة الموضوع نهائي وأهلها فضلوا يتحايلوا عليها لحد ما وافقت وكان كمال مهندس وكان إنسان محترم جدا وهادف طبعه وكل الناس بتشهده بالأدب والاحترام ودي كانت حاجة بتدايق جميلة جدا لأنها متعودة على الشباب المتهور الصايا وبالنسبة لها إنه كده مش مناسب بس هي اتجوزته علشان ترضي أهلها وهو كان بيحبها جدا وكان بيتمنالها الرضا ترضي بس كانت بتتعامل معاه بغروره وعنجهية وبتحسسه إنها كتير عليه ومع الوقت خلفه وكمال كان فاكر إن جميلة هتحن عليه وتبدأ تعمله حلو أو بمعنى صح هتبتدي تحبه بس هي كانت بتبعد عنه يوم عن التاني وكل شوية تطلب الطلاق وبعد فترة جميلة كانت معزومة على فرح صاحبتها وقابلت واحد اسمه خالد من الشباب اللي كانت تعرفهم زمان وتكلموا مع بعض وبدأ يمدح في جمالها وكلامه كان عن ذكريات من اللي كانت ما بينهم وكان طول القعدة بيقولها أنت حلوتي عن زمان قوي وهي كانت مبسوطة جدا وخدوا أرقام بعض وبدأوا يتكلموا والعلاقة اتطورت ما بينهم وحصل ما بينهم علاقة من وراء جوزها وخالد كان كل شوية أقول لها تطلقي من جوزك وأنا هتجوزك وهي كانت كل شوية تخنق مع كمال علشان تتجوز خالد وفي مرة في وسط ما هم بيتخنقوا جميلة قالت لكمال أنا بخونك ومش بحبك ولازم تطلقني كمال تفاجئ من اللي بيتقال وما كانش مصدق اللي سامع وما قالش ولا كلمة ونزل وما رجعش غيره المقزون في إيده وطلقها وبعد فترة سافر بر مصر وجميلة كانت مستنية شهور العدة تخلص علشان تتجوز هي وخالد وفعلا شهور العدة خلصت بس خالد قال لها أنا مش هينفع تجوزك رسمي علشان أهلي ما يعرفوش بس ممكن نتجوز عرفي وكانت جميلة مصدومة من اللي بتسمعه وقال لها ده هيبقى وضع مؤقت وهنتجوز رسمي بعد كده وأقناها وفعلا نتجوزه وكانت مبسوطة جدا في حياتها بعد ما ثابت ولادها مع أبوها ومها وعاشت الحياة اللي كان نفسها فيها خروج وصهر وشرب عدى وقت وجميلة حسب بتعب وراحت كشفت عند الدكتور لقيت إن عندها للأسف سرطان في السادي وفي مراحله الأخيرة ولازم تعمل عملية استقصال وكانت مش مصدقة اللي بتسمعه وراحت لخالد وهي منهارة من اللي سمعته وقالت لخالد اللي اتفاجئت برد فعله الغريب اللي قال لها أنت كده شكلك هايبوز ومش هينفع نكمل مع بعض بعد العملية أنت ماينفعش تعمل العملية أو نسيب بعض خالص ونسترايه فجميلة مبقتش مصدقة بقى ده خالد اللي أنا حبيته بقى ده خالد اللي أنا سبت كمال علشانه وسبت عيالي ورمتهم وقالت له أنت لا يمكن تكون بني آدم أنا هسيبك ومش عاوز أعرفك تاني وجميلة قررت تعمل العملية وترجع تعيش مع أولادها اللي كانوا قربوا ينسوا شكلها وكانوا في الأول كرهنها ومش عارفين يتعاملوا معاها بس بعد كده مع الوقت بدأوا يحبوها والعلاقة بدأت تتصلح ما بينهم وكمال رجع من الصفر وراح لأولاده علشان يشوفهم وقابل جميلة اللي كان بيعملها باحترام وهي افتكرت أن هم هيرجعوا البعض تاني وأنه هو أول ما هيشوفها هيحنلها وهتصعب عليه بس الليته بيقول لها أنه تجوز وعايش مبسوط جدا مع مراته وجميلة عرفت أنها ضيعت راجل ما يتعوضش ترجمة نانسي قنقر